ما هي العلاقة اللي كانت ما بين توفيق الحكيم و نجيب محفوظ كانت علاقة و لا ده حكت ده حكت لأن افتكرت أول مرة اتقابله عكهالي نجيب محفوظ قال لي النصاروة عبازة الله يرحمه و كان رئيس اتحاد الكتاب جي قال له الأستاذ توفيق الحكيم معجب قوي باللي انت بتكتبه ما كانوا شتابله ولا يعرفوا بعض و قال لي أنا عايزة اشوف نجيب محفوظ ده ضروري ده عبقري ده كذا ده كذا فحدد له معادي كان فيه قهوة كده في وسط البلد عند بنك مصر كان بيعد فيها توفيق الحكيم العصر كل عصر بأكمله في الصورة يعني كان عيد ميلاد نجيب محفوظ أقامته له الأهرام شوف برضه المعنى انه الأهرام تهتم بعيد ميلاد كاتب بيعمل بها والتدعيله و حضر مكلسوم و توفيق الحكيم و كان أحسين فوزي في آخر الصورة و كان فيه صلاح جهين و مين تاني و صروة أبازة كان موجود و غيرهم فحدد له معادي و رح يقابله فنجيب محفوظ بيقول لي وصلت القهوة لقيت الأستاذ نجيب قاعد لوحده على ترابيزة فروحت وسلم علي و قال لي ده أنا معجب قوي بكتاباتك و بتاع تفضل و أععد فقعدت على ترابيزته و بعدين جه الجرسون فبيقول تاخدوا إيه فرح نجيب محفوظ أي لا رح نجيب توفيق الحكيم قال لي نجيب محفوظ بص بقا هتقعد تقول لي أنا اللي أدفع الحساب و أنا أقول لك لا أنا اللي أدفع الحساب و نتخانق عشان ما نتخانقش كل واحد بقول لك من الأول كده كل واحد يدفع حساب نظام إبليسي وهو الرجل اللي قال أنا مصر أدفعه ولا أي حاجة ولو توفيق الحكيم قال له أنا عزمك على فنجال القهوة ده بس كنت هتبقى خسارة كبيرة على توفيق الحكيم